اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين من الفضائل التي أمر بها الإسلام غنى النفس وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس الغنى عن كثرة العروض إنما الغنى غنى النفس من المعلوم أن الإنسان الله سبحانه وتعالى قدر له رزقا وأيضا أمر الإنسان بأن يطلب ذلك الرزق في كثير من الأحيان الله سبحانه وتعالى يوفر للإنسان حاجياته كما يريدها وفي بعض الأحيان يقدر عليه رزقه يعني يضيق عليه للامتحان أو لأي جهة أخرى وفي بعض الأحيان يوسع عليه رزقه فالإنسان إذا كان ذا نفسية كبيرة فإنه لا يشعر بحاجته إلى ما في يد الآخرين وإنما يكتفي بما رزقه الله سبحانه وتعالى يعني هذا الإنسان يكد ويعمل فمن عمله أي مقدار حصله يكتفي به لا يطمع لا يكون ذا طمعا نفسه تكون غنية قد نجد فقير لا يمتلك إلا أقل القليل لكن نفسيته نفسية كبيرة وقد نجد غني تكون نفسيته نفسية صغيرة حقيرة فليس الغنى هو أن تملك كثير والفقر أن لا تملك شيئا وإنما الغنى الحقيقي هو غنى النفس لأن الإنسان إذا كان غنيا نفس لا يرتكب الصغار لأنه لا يشعر بحاجة إلى أن يرتكب المخالفات والتجاوزات للوصول إلى مبتغاه لأن نفسه كبيرة لكن إذا كان الإنسان ذا نفسية صغيرة ذا نفسية حقيرة حتى إذا ملك الدنيا فإنه يرى نفسه بحاجة إلى أكثر الثروة التي عنده لا تملأ عينه ولذلك يبحث عن ثروة أكثر ولو عن طريق الحرام ولذلك فقر النفس تؤدي بالإنسان إلى ارتكاب التجاوزات إلى أكل حقوق الآخرين إلى أكل أموال اليتامة إلى قبول الذل والمهانة أمام الظالمين لكي يصل إلى بعض الحطام في حين أن غنيا نفس هذا الإنسان لا يرتكب التجاوزات وحتى إذا عرضت له الدنيا يرفضها ولا يقبلها لماذا؟ لأنه لا يشعر بحاجة إليها فلذلك غنى النفس طريق للوصول إلى المعالي وعدم السقوط في مهاوي الرذيلة نحن نشاهد بعض الناس قد لا تكون حالتهم المالية سيئة قد يكونون أثرياء ولكن يتذللون لماذا؟ طمعا بالأكثر وإذا وصل إلى منصب سياسي في حكومة ما يبدأ بسرقة أموال الناس يبدأ بسرقة أموال الشعب لماذا؟ لأن نفسه صغيرة حقيرة والإنسان ذو النفسية الصغيرة الحقيرة إذا انفتح الطريق أمامه للنهب والسرقة وما إلى ذلك لارتكب التجاوزات الكبيرة وضرره يعود إليه أولا الضرر في الآخرة لأنه ومن يغلل يأتي يوم القيامة بما غل كما في الآية الشريفة ثانيا ينفضح أمام الناس لأن الله سبحانه وتعالى يفضح الظالمين المتجاوزين المخالفين وأيضا تلك الأموال تسلب منها البركة في يوم من الأيام قد يحاكم عليها وإذا هو لم يحاكم عليها هذه الأموال لا تهنأ بها ذريته وما جاء من الحرام يذهب ويزول في الحرام فلذلك علينا أن نحاول أن نستفيد من أيام هذا الشهر الفضيل وفي ليالي في تقوية أنفسنا لتكون نفسية كبيرة لا ترضى بالصغار وإذا واحد مننا يرى في نفسه نوع من الميل وهو يجد نفسه ضعيفة أمام هذه المغريات يحاول بمجاهدة النفس بالدعاء بقراءة القرآن الكريم بالنظر في الروايات الشريفة بالتأمل في تاريخ ومصير المجرمين والمخالفين والسارقين لكي يروضها بأن لا ترتكب تلك التجاوزات ولكي تكون نفسا كبيرة حتى إذا ما تغيرت الدنيا في يوم من الأيام وصارت أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم رهن إشارته لا يتجاوز عن الحق قيد أنم له نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم بما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين يا ربنا يا إلهنا يا مغيفنا يا معيننا يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا شكرا